مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن معكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق السورة السورية ضيفنا اليوم وفي هذه الحلقة هو أحد الناشطين الإعلاميين الذي بات أحد المصابين أحد القاعدين الآن لا يستطيع الوقوف على قدميه التي أصيبتان نتيجة استهداف الطيران الحربي السوري له في إحدى التغطيات ريثما كان يغطي القصف الجوي بالطيران الروسي والطيران السوري على المدنيين الآمنين في قرى وبلدات ريف حما نقل معاناة النازحين نقل انتصارات السوار نقل أيضا القصف الجوي على قرى المدنيين في ريف حما وفي أكثر من منطقة أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله وخير نتعرف عليك بداية الأعلام مدهويش مراسل وكالة سمارت في حما أخ محمد بداية تحكي لي عن مشوارك الإعلامي مع السورة السورية كيف بلشت فيه ولوين وصلت طبعا بداية الأحداث كلياتنا كنا نخرج مظاهرات من الجوامع كل غري كانت تخرج مظاهرات من الجامعة تباحها وكنا نصور بداية الأحداث بالموبايلات وكان ما كان في نيت صراحة موجودة بسوريا أحيانا نروح لكورناز أو لكفرنبوذة بس مشان نرفع مقطع فيديو مظاهرة طبعا ظلنا على الحالة هاي للألفين تقريبا وثلاثة عش بداية الفين وثلاثة عش وقت الجيش بدي حاول يتقدم على مناطقنا كورناز و بريديج وحيالين وكفرنبوذة الحمد لله تصديني للجيش ظلنا نقاومه هذيك الأيام تقريبا بـ 24-01-2013 ظلنا نقاومه شي عشرين يوم ظلنا شي ثلاثة يام بريديج وثلاثة عش يوم بكورناز وشي خمسة يام بكفرنبوذة والله مغير الحمد لله كورنبوذة ما استطاع انه يدخل عليها غوامنا اكثر من شهر الحمد لله ما دخل وكنا نرفع مغاطع الفيديو تبعات المعارك بهواتف دقتها ضعيفة حتى الكاميرات الموجودة كانت دقتها ضعيفة يعني كنا نرفعها للغنوات والوكالات يعني بداية الفين وثلاثة عش طبعا نحن نزحنا هون من مناطقنا على ريف اذلب هون غررت انه طبعا كل ياتنا كنا مغاتليني بداية الاحداث اعلامي ومغاتل وكذا فبداية بعد ما نزحنا قررت انه خلاص اعتمد على الاعلام تنطلق الآن معركة الموتو للمذلة في ريف حما حيث ستم العمل على قرية ابريديج من القرب وقرية المغير والصخر من الشرق طبعا الفصائل المشاركة في هذا العمل هي حركة احرار الشام الاسلامية وجيش النصر وجيش العزة وأبناء الشام والفرق الوسطى طبعا الهدف من هذه المعركة هي القطع الطريق الواصل بين مدينة اصغيلبية ومدينة محردة طبعا كمرحلة اولى سيتم العمل على قرية ابريديج والمغير والصخر وكمرحلة ثانية على حد قول احد القائد العسكريين في حركة احرار الشام سيتم العمل في مرحلة ثانية على بلدة كرناز وغرية الشيخ عديد وغرية اجلمة باذن الله الحمد لله صرت فرقت حالي للإعلام وانضميت لأحرار الشام وصرت إعلامي بصفوف أحرار الشام كنت تصور المعارك وكل معارك أحرار الشام الحمد لله غطيتها تحرير مدينة ادلب واد الضيف الحامدية المسطومة الغرمية كل ياته الحمد لله غطينا فتغريبا بال2014 كمان اشتغلت مع وكالة سمارت للأنباء صرت مراسلهم بحما وصرت غطي الأعمال العسكرية والعمال المدنية فما عاد أقدر أغفق بين العمل العسكري والعمل المدني فقررت أنه ترك أحرار الشام وتفرغ للأمور المدنية أمور مدنية طبعا صار أي عمل عسكري بغطي لأي فصيل كان رح صوره يكون بحما فالحمد لله صرت غطي معارك غطي حالات إنسانية غطي عمل الدفاع المدني المجالس المحلية الحمد لله رب العالمين كأعلامي كنت تحس أن الأعلام فيه فائدة للناس المدنيين للأطفال للأهالي كنت تلاقي حالك أنك عبد فيد طبعا فدنا الحمد لله رب العالمين 90% من الناس النازحية اللي صورناها الحمد لله فدناها فدناها كثير الحمد لله بكثير أمور فرجنا الناس معاناة النازحيين فرجناهم الحالة الصعبة اللي عم يمر فيها النازح يعني الحمد لله كثير ناس استفادت من ورانا طبعا هو الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للإعلام يعني أنه وصلنا صوت الناس للدول الجوار والحمد لله الناس استفادت يعني كثير من الأمور طيب تحكي لي عن إصابتك اللي تصوبت فيها أنت تصوبت بمعركة أم بتغطية قصف كيف كانت الإصابة؟ مين تصوب معك؟ كيف كان؟ قديش كان عادة تكون؟ طبعا إحنا كنا مجموعة أعلاميين شيء أربع خمس أعلاميين عم نغطي الغارات المكثفة طبعا من فترة صارت غارات مكثفة على ريف حمال غربي الشمالي قريدة الهواش والجابرية والإحميرات فنزلنا عم نصور كنا مجموعة أعلاميين سبحان الله وحنا عم نغطي الأحداث إجت طيارة على الأقلب سورية ضربت صاروخ نزل بناتنا الصاروخ طبعا نستشهد أخ أن أبو يزيد من تفتناز كان عم يغطي كمان الغارات وتصوب كمان سيف مراسل الغنات الأورينت وأنا وتصوب مشير أبو الورد طبعا الإصابات كلها كانت خطيرة يعني أعتبر أنا تقريبا أخف واحد فيهم يعني كسر بالغدم اليمنى مع فتح الغدم يعني وبتر من المشطة اليسرى والحمد لله يعني إصابتي كانت أخف الشي فيهم يعني مشير أبو الورد لحد الآن يمكن ما بيشوف بعيونه وكان فيه إصابة بوجهه فيه سيف العبدالله المفصل تبع غدمه اليسرى كمان راح وفيه عنده تفتت بالعظم وقبل يزيد الله يتغبله يا رب طيب شو شعورك أنت من أيام كنت عب تغطي هاي الحالات اللي مثلك حاليا كأعلامة واليوم يعني فيه ناشط جاي عب يغطي حالتك شو شعورك وهل أنت يعني بعد الإصابة كيف لك عب تكمل عملك طبعا هو شعور صعب أنه أنا سبحان الله كنت غطي حالات الناس وكنت عم صور الحالات هاي فأنه فجأة هيك بالناس تجي تصورني وكذا طبعا موقف كتير صعب لكن الحمد لله رب العالمين مستمرين الحمد لله أنا لحد الآن ما غصرت بالإعلام من أول يوم تصاوبت الحمد لله يعني فيني أكتب فيني حرر أخبار أرفع أخبار الحمد لله حد الآن ما غصرت نهائيا بالإعلام يعني صحيح ما عاد صور لكن الحمد لله متواجد لائما على الكيبيوتر وأخبار 24 ساعة الحمد لله رب العالمين شو بتوجه رسالي لرفاقك الناشطين والإعلاميين وهل أنت حابب مثلا أنك تكفي عمل بعد الله ما يشفيك إن شاء الله يكون الشفاء قريب طبعا بحب بوجهنا رسالة الله يعطيهم العافية على التقطيات الإعلامية صراحة طبعا الإعلامي كتير تواجههم مشاكل يعني صراحة أثناء التصوير يعني تواجههم مشاكل إن كان من الناس النازحة أو بالمعارك إنه مثلش عم تصور ليش كذا سبحان الله إنه ما بيعرفوا إنه إحنا عم نوثغ الجرائم طبعا النظام عم نوثغ شو عم بيصير عم نوثغ الجرائم كلياته والحمد لله أنا إن شاء الله مستمر وراح أرجع بإذن الله تعالى أنا إن شاء الله بس شفيت وشرطا رح أرجع كفي عملي الإعلامي يعني وما رح وقف إن شاء الله ولا اليوم بعد مضي ست سنوات على عمر السور السوري اللي عانينا فيها شفنا فيها الحلوي والمرة انبسطنا بالانتصارات زعنا على حالات شفناها كتير صعبي شو الشغلات المفرحة اللي شفتها وشو الشغلات المحزني يعني نوعا ما اللي شفتها ومنياتك بميلاد السور السادس شو بتتمنى للفصائل شو بتمنى المدنيين شو بتمنى الإعلاميين طبعا الحالات المفرحة هي اللي نشوفها يعني الانتصارات لما بنصور معركة وصير في تحرير وكذا كل ياته فرح الحمد لله والحالات المزعجة والمحزنة هي لما نتصور الناس عم نازحة والناس كيف شايلة وأولادة وعم يعني وعم تعاني مثلا كذا والناس عم تبكي طبعا كلها هي حالات محزنة لكن الحمد لله رب العالمين مستمرين إن شاء الله بالثورة حتى نوثق جرائم النظام كسؤال أخير رسالتك للمدنيين موسيقى موسيقى